موسيقى موسيقى أهلا بمشاهدي سيتي في في كل مكان وبرحب بكم في حلقة جديدة من بيت على الصخر من وإحنا صغيرين كده يعني اتعلمنا أنه الصغير هو اللي لدم يعتذر للكبير أنا صغير هعتذر للكبير هقول أنا آسف طيب ينفع الكبير يعتذر للصغير إيه ده؟ ده مفهوم جديد علينا إزاي يعني يعتذر لحد صغير؟ يعني ده أنا الكبير وما ينفعش أنا اللي أقوم بالخطوة دي وكأنها خطوة ضعف مش خطوة قوة عشان كده النهاردة نتكلم عن موضوع مختلف شوية ويمكن يكون كتير من أنا ما فكرش فيه وما فكرش في أهميته هل مهم أنه أنا اعتذر لولادي الصغيرين حتى لو أطفال صغيرة كده؟ مهم أعمل ده وممكن ده يأثر عليهم بشكل إيجابي في المستقبل يعلمهم مهارات ما كناش متخيلينها أنها ممكن تعلمهم من خلال الاعتذار اللي إحنا بنعمله أو اللي إحنا مش بنعمله وعايزين نتعلمه النهاردة طيب ممكن اعتذر إزاي؟ هل في طريقة صح أقدر بيها اعتذر بشكل سوي بشكل متوازن علشان أقدر أن أنا أعلم ولادي ولا فيه اعتذار ممكن يكون غير متوازن يعلم ولادنا حاجات مش مهارات على قد ما هو هيعلمهم سلوكيات مكتسبة خطيئة كل ده عايزين نتكلم عليه النهاردة في أهمية اعتذارنا كوالدين لأبنائنا وإزاي هتأثر عليهم نفسيا بس تعالوا نشوف كده مع بعض أنتوا يعني بتعتذروا لولادكم ولا لأ فعايزين نسألكم هل أنت تقدر تعتذر لابنك؟ تقدري تعتذري لبنتك؟ ينسى أن نعتذر لولادنا ولا لأ؟ وممكن إزاي ده يحصل تعالوا نشوف أنت قلتوا إيه؟ ونرجع نكمل حلقاتنا الحقيقة كلنا بنغلط ضغوطات الحياة ومشاكلها واللي احنا بنمر بيه كل يوم سواء في الشغل أو في المواصلات أو في حياتنا اليومية بتخلينا كتير نعمل تصرفات مش محسوبة اتجاه الناس اللي حوالينا وبصراحة ساعتها بيكون من الحكمة أن احنا نقف كده ونستوعب اللي حصل ونعتذر ده لو فعلا عايزين نحافظ على علاقات بنا طيب تفتكر ولادنا كمان؟ ممكن نعتذر لهم؟ دي حاجة ما تصغرناش قدامهم يعني؟ ولا أحيانا بيبقى ضروري نحنا لما نغلط ونعمل حاجة مش تمام كده مع ولادنا نقف قدام نفسنا وقفة حقيقية ونعتذر لهم ده كان سؤال تقريرنا النهاردة تعالوا نعرف رأيكم ايه؟ مبدأ الاعتذار في حد ذاته ده متوافق عليه بس بتختلف الطريقة من موقف للتاني ومن ناس للتانية يعني أنا لو عايز اعتذر لولادي ممكن أخدهم في حضني ممكن أقول لهم انتوا شوية نرفستوني في الموضوع الفلاني وأنا برضو معرفش عمل كنترول لاني لقت عليكم لما تأخرتوا برا أو خايف عليكم من فلانة الفلانية فبلاش توصلوني لمرحلة العصبية وفي نفس الوقت أوصل لهم اني كنت قلقان عليهم ده اعتذار يعني غير معلن بس في منتهى الجمال لو فعلا حصل حاجة غلط إذا كان من الأب والأم الاعتذار ده شيء أساسي لازم يكون فيه اعتذار وفيه تسامع وأولا كل ده ما بناء المحبة طبعا آه لازم يكون فيه اعتذار في أوقات لأنه وارد والاعتذار ده واجب يعني واجب لكل للأب والأم والأطفال كل الناس لازم تعتذر في أي وقت لأن كلنا وارد أن احنا نغلط في أي وقت بالعكس يعني أنا بشوف أيا كان الكبير لو غلط يعتذر الصغير لو غلط يعتذر دي يعني يبصي مش مسا بأي قلة كرامة أو بقلة من نفسي أو كلام ده كله لا بالعكس ده أنا بطلحهم أنه هم لو حتى عملوا أي حاجة غلط مش عيب أن يعتذروا مش عيب لا هو الاعتذار ده عموما مش شرط مثلا بيكون في غلط بين أسرة معينة لا هم يعرفوهم أنا غلطت في الحاجة المعينة دي لا فلازم أقدم اعتذار فعشان خاطر أنا بقى مثل ليهم في حاجة زي كده أنا لازم أنا ببدأ بدا يعني لازم أنا أعمل ده عشان هما يطلعوا يعملوا ده ورجعنا من الفصل وبعد ما شوفنا إجاباتكم مع أن ينفع نعتذر لولدنا ولا لأ نعتذر لهم ازي وشوفنا إجابات مختلفة تعالوا بقى نشوف نهارده إيه أهمية اعتذار اعتذارنا لولدنا وهل ده هيفرق معيهم ولا لأ قولا ده هنعرفه نهارده حلقة مهمة جدا عن أهمية اعتذار الولدين لأبنائهم معنا نهارده دكتور ناهي تشاوي استشاري الصحة نفسية جامعة عين شانس أهلا بحريك يا دكتور أهلا بك هارد إحنا عايزين نفهم الأول كده علشان قبل ما نعرف أهمية اعتذارنا لولدنا يعني ما مفهوم الاعتذار عايزين نحط ريمة فهوم كده أول حاجة كتير من الأمهات بتزعى لولدها ده العادي طبيعي إن أنا بيتخاني مع ابني بيزعى له ممكن أضربه ده الطبيعي طيب عملية الضرب أو العقاب بشكل عام أيا كان نوعه بقى عقاب لفظي جسدي بيطرق أثر عند الطفل حقيقي أول أثر إن أنا محدش بيحبني وإن ماما بتأذيني وعادة السلوكيات في مرحلة الأولى للطفولة ما بتبقى السلوكيات بأصد هي الطفل بيعمل عشان أجرب حب استطلاع استكشاف استكشاف فبالتالي أي سلوك بيعمله هو مش قضه يعني لو هو عايز يخرب هو عايز يعرف التلفزيون جوه إيه هو بيكتشف مش بيخرب اكتشاف إحنا كأمهات طبعا بيلاقي اللعبة غالية وجات وكسرت فأول حاجة بعاقب الطفل طيب أنا عاقبت الطفل لإن أنا دفعت فلوس وهو ماسمعش الكلام وماستفدش باللعبة وهيزن وعايز وعدة تاني فبخصمه ده برضو أحد أنواع للقاب طب الطفل بالنسباله ده إيه بالنسباله إن أنا شيء مش مهم وإن احتياجاتي دي ما تخصش بابا وماما في أي شيء وبالتالي كمان بيه عقبوني ومحدش بيه رضيني أنا الاعتذار مفهومه مرادات الطفل أنا مش هروح أقوله سامحني والله يقصني آسف أنا كذا لا هي عملية مرادات وعملية تفهيم نوع السلوك يعني قبل ما أنا أعاقب الطفل لازم أفهمه ولازم أحمله مسئولية سلوكه فالاعتذار المطلوب من الأباء هو عملية توضيح سوق السلوك اللي الطفل بيعمله وأوضح له أنا غضبت ليه لإن فيه ناس تقولي أنا معتذرش آه فيه ناس تقول كده عمتا عمتا أيوة دي على فكرة ما بين الكبار حتى طيب أنا لو معرفتش ابني الخطأ بتاعه وعرفته أنا غلطت فيه ليه هو هيطلع عنده نفس المشكلة بقولك أنا ما سامحشي أنا معتذرش وبعدين ما يبقى مطلوب منه في مرحلة من المراحل لو غلط في الأمة أو في الأب مش هيعتذر أنا بعودها له من الصغر عملية أولا بتجيب أن أنا بردي وبفهمه غلطه وبعرفه أنا غضبت ليه أو عنفت ليه أو عاقبت ليه طيب دكتور يعني فيه ناس تقول لنفسها وانا اعتذر ليه أصلا يعني طيب أنا من حق أن أنا أزعقله وانتهره علشان يفهم الغلط من الصح فأنا إيه لي خليني اعتذر أصلا يعني إيه ده مهم ليه إزاي بيأثر الاعتذار بصورة إيجابية على طفل إزاي بيأثر ده احنا نقول الصورة السلبية عشانه بعد كده نقول الصورة الإيجابية يعني التأثير السلبي على العقاب اللي أنا بعقبه للطفل وما بوضح لهش طبعا هحس بعدم التأدير هحس إن أنا اتهت يطلع شخصية طهدية الاتهت ده صعب جدا وبيطلع على الآخرين أنا هطلع عمف وعدوان زي ما تمارس علي الحاجة الإيجابية في الاعتذار إن أنا بحسس نفسي بالكيان الإنساني حسس نفسي بتأديري إن أنا مقبول إن أنا محبوب وإن كمان أنا هتعلم لإن ماما قدوة أنا غلط فبعتذر ماما لما غلطت اعتذرت فبالتالي الحياة هنا أخد وعطى مش مجرد إن أنا سلطة كتير من أمهات تقولي أصلا الأم أصلا العارفة أصلا ده واجب علي أعمل في كده هو حلو ما قلناش حاجة بس فيه أساليب مختلفة للعقاب فيه أساليب مختلفة للتربية ليه دايما بالرب بيولدنا على الخوف ما هو العقاب ده بيولد خوف الخوف هيزعزع شخصيته فهي ليها زي درجات السلم يعني أنا يا بابني إنسان يا بهد إنسان وعلى فكرة من الصغر لو أنا علمته الاحترام الآخر واحترام خصوصية الآخر والحفاظ على حاقته وعملية الاعتذار أنا بنت فيه إنسان سوي أو أنا قسرت كل القواعد دي وبرجع في مرحلة ما بقدرش يسيطر على الطفل ومطلوب منه إن فعلا يعتذر على أخطاء بيفعلها عند ومش هيرضى حقيقي صح فعلا طيب الاعتذار ده ليه أسلوب ليه طريقة معينة ممكن نعملها لولدنا مش لازم أنا يعني أبين إننا لأن بعض الأحيان إحنا بناخد قرارات خطيئة خطيئة ليه؟ أولا أنا كأم أنا عندي مسؤولات كتيرة جدا من ضمنها الأولاد خصوصا الأمهات كمان لأي غلطة الولد بيعملها بتتلام الأم على سلوك أبناء لأول حاجة الأب بيجي لها تربيتك ما نجحوش عشان إنتي ما خدتش بالك عملوا سلوك وحش أو مش متربين أو عملوا مشاكل قدام الناس تربيتك فالأم دايما بتتلام بتتلام على تربيتها وتتلام على أخلاقها فبالتالي الأم عايزة تخلي أولادها دول أحسن حاجة عشان بتتلام كتير عشان بتتلام كتير فده بيسبب لها أزمة مع الولد إن عايزة فعلا ما يعملش أي أخطاء فهي ساعات ممكن تبادر بالحماية الزايدة تعملش ده الولد في المراحل الصغيرة دي عايز ينطلق عايز الحرية عايز الاستطلاع فبيحس إن فيه قيود عليه ده أنا كبات تسلوك الطفل بأي طريقة بأي وسيلة الطفل ما فهمش كده فمفروض أنا أفهم الطفل يعني مش الاعتذار برضو بقول للناس عشان الناس ما تقولش يعني أنا كبريائي وأنا كبير وجه سلطتي حلوة السلطة حلوة بس فيه سلطة حنونة وفيه سلطة قاسية السلطة الحنونة إنه هنا هو غلط وأنا عنفته بس ممكن يكون تعنيفي عالي قوي قوي فلازم أنا بعد مهد أفهمه واعتذر عنه واعتذر عنه مش باعتذر عن يعني أنا تأذيبه أنا بقدبه من حقك علي أن أنا أقدبك أعلمه بس أنا باعتذر عن الطريقة الغلط الغلط اللي أنا فيها مش باعتذر أن أنا يعني أنا فعلا أسأت إليك في الوقت ده بس مين اللي اتطرني ولازم الإنسان يعرف يعني اسلوبه وسلوكه عشان كده إحنا دايما بنعلم الناس ملاحظة سلوكها ملاحظة لأن بعض الأمهات مثلا من قطر الضغوط هي انفعالية على طول مش في المواقب بس بعض الأباء كذلك بيخش من شغل مكهور فبيقرر لحواليه الأطفال بتيجي من المدرسة نتيجة الواجبات والمسؤوليات بيجي كمان الطفل مكور فبالتالي بيطلع غضبه على الأباء والأمهات لأن عملية الكابت في المدرسة بتخلي الطفل شقي في البيت حقيقي حقيقي إحنا كلنا يعني زي النار المشتعلة في البيت فناخد بالنا بالجزء ده أن أنا مش الاعتذار مش بيقلل مني إذا أنا بكون قدوة بعلم طفل إن هو يعتذر لي بعد كده وبعلمه حاجة اسمها التسامح والتغافر وده شيء مهم جدا وإيجابي طيب إزاي الإسلوب ده أعمله إزاي معه إبني أعتذر لإبني إزاي أروح أقوله أنا أسف وخلصت خلاص لأ أعمل إيه طيب لازم أسيب إبني يهدى وأنا كمان أكون هدية لازم نهدى لأن أنا غضبانة وهروح أقوله معلش يا سيدي ما تزعلش مني أنا غلطت فيك بزود بقى مش هقبلها ويقولك يعني بعد ما بهدلتيني وخصوص البدلة بيكون قدام إخواته قدام الأب قدام الجيران يعني في حد كمان المشكلة الأكبر إن المشكلة بتحصل قدام حد يعني إنسان دايما ممكن بابا وماما يعنفوني أو يعادبوني ما بيني وما بينهم هتقبلها وحتى لو ما اعتذروش ورجعوا وكلموني بحس ده التسامح بتاعهم لكن المشكلة بتكبر لما بيكون قدام حد فبالتالي لازم هنا عملية المرادة إن أنا هقوله أنت خلتني وصلتني لدرجة إن أنا انفعلت فأنت لو بطلت السلوك ده أنا هبطل بس لازم فعلا لما وعد لأن إحنا بنوعد كتير جدا في حاجات كتير يعني أقوله إيه لو ذكرت هجيب لك هداية طب بعد ما بيذاكر بقوله إيه ما هو ده كان واجبك طب ما كمل أول كمل أول أقوله ده واجبك يعني دايما أنا عايزة أخلي الناس تفهم إن المذاكرة وإن السلوكات اللي بيعملوها هجيب الضره هو لأن إحنا ساعات بنقوله أنت فضحتني أنت قلت من شكلي فبالتالي هيحاول يعمل إرضاء لي أنا فمش هيحسن سلوكه وبالتالي ببعض الأوقات مش هيعتذر بقى لأن أنا عايزة راضيكي طب أنا مش عايزة راضيكي وهعاقبك بنفس العقاب اللي أنت عاقبتيني بيه وممكن أنا بقى أقل من مذاكرتي واجيب درجات مش كويسة عشان عاقبك أنت بيه فبالتالي أنا هتعاقب أنا كطفل عشان نكره الأطفال سعط غز بابا وماما يكسروا حاجة أو ما يذكرهش فاكرين بيعاقبوا الأب والأم بالتالي أنا لازم أعرف إيه مشكلة الطفل هنا عشان حتى لو أنا اعتذرت يبقى أنا باعتذر أن أنا تصحيح أخطأ حقيقي وليس إزلال الطفل أن أنا أزله أنه يعتذر لي بعض الأهالي بيبقى هي الغلطانة وتقول لي لازم الطفل هم واللي يبادر بالاعتذار مشكلة دي أنا بكسر كده شخصيته بخالي إنسان ضعيف وبالتالي هيحاول يرجي كل الناس عشان الناس تقبله حقيقي أخطأ في التربية صغيرة وإحنا يمكن نتربين عليها إن إحنا الصغرين اللي لازم نعتذر لماما حتى لو إحنا مش أحفظ لغلطانين لأ أنا بعتذل الصغير أولا أعتذل الكبير لكن الكبير يعتذل الصغير لا ده مش احترام ده معه الصغير ده نصيره هيكبر عش كده بلاقي أولاد لما بيكبروا ما بيقوش حينيين على بابا وماما أو معندهمش التسامح ليهم ويقولك أنا فاكر له لما ضربني أنا فاكر له لما زعق لي ده نتيجة إنه ما اعتذرش ما اعتذرش يعني إحنا ممكن نسمح وما نفتكرش أخطاء اللي حصلت لنا في الطفولة لأن بابا وماما اعتذروا لنا صح كده دكتور اعتذيت يعني أنا مثلا ماما ازعقيتلي أو ضربتني وجدت تتطبط علي بعدها خلاص أنا رجيت حقيقي الناس فاكره الاعتذار هو إزلال لا بالعكس الشخص هو اللي بيعتذر الشخص اللي عنده شخصية وبيعرف يفكر وأكثر زكاءا هو اللي بيعتذر صح اللي بيكسب الموقف ايه ايه دكتور طيب هرجع لنقطة حضرتك قلتيها لما الأم تقول لطفلها انت السبب أو انت اللي خلتني عام كده ساعت ما تكون أوفر قوي لدرجة أن الطفل دايما بيحس أنه هو السبب وأنه وأن أنا عايش رد فعلي للناس يعني إم تعمل كده وإم تلازم أوصل للطفل الأكشن بتاعك أو فعلك لا يتحتم عليه رد فعلي أنا مسؤولة عن رد فعلي وإنت مسؤولة عن فعلك أنا غلط في إدارة غضبي يعني كان ممكن أتعامل بطريقة تانية أخرى فأنا بعتذر عن ده لكن في أمهات بتفضل تقول أنت السبب أنت السبب وكأن سوء إدارة الغضب في شماعة أن الآخر هو السبب فإزاي ممكن نعمل توازن في النقطة دي أول حاجة لازم الأم هي اللي تعرف تضبط انفعلها نقطة مهمة أول نقطة مهمة طبعا هنضبط انفعلنا زي في ظل الظروف الصعبة اللي الأمهات دايما تشتكي منها عندي مدرسة وعندي 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 وضغوط وانا الوحيدة اللي بذكر لهم وانا اللي بعملهم أول حاجة لازم الأم دي تعمل عملية التفريغ بتاعها لازم تجي لنفسها خلال اليوم أنا دايما بقول لأمهات ربع ساعة ربع ساعة دي بتاعتك وتعلمي ولادك كده أن فيه وقت مخصص للإنسان يراجع فيه حساباته يعضي استمتع يشرب فنجال القهوة بتاعه الربع ساعة دي بتاعتك تجيبي ورقة قلم تكتبي مشاعرك تجيبي ورقة قلم ترسمي تخططي البكرة تعملي أي حاجة دي بتاعتك نعملها حلقة دي علشان نعم بقى معيك فيها نفهمها كلنا كل الأمهات تجمع كده يجمعها ونعمل حلقة مخصوصة مهمة جدا لأن أنا لما بهدى بشوف أن أنا كان انفعالي أوفر عشان كده بقول دايما لو اتخنقنا احنا وولدنا وبدل ما أنا في وقتها أقوله أنت لازم تعتذري إلا مش هسعم حق نعم زيت الهدوء بقى اللي قلت عليه من شوية هادة بقى هادة هشوف أن أنا كنت أوفر والولد برضو كان مستفز لأن العيل بتيجي في مراحل عمرية معينة مستفزة جدا أولا بيبقوا متشبسين برأيهم عندهم عند عندهم جدل وعندهم زن يعني لو ما خدش الحاجة بيعيط أو عايزها عايزها فتلاقي الأم بصرخت مرة واحدة فيرجي يقولك أنا عملت إيه لا أنت عملت واحد اتنين تلاتة حضرتك بس أنت مش شايفها لأنني نجي مرحلته العمرية لما بقول للولد قعد بقى في قطك ربع ساعة كده وفكر في اللي أنت عملته كان مناسب ولا لأ وانا كمان حاوت وانا لازم أنا بقى يعني بس بخليه قد وقوله وانا كمان أفكر عشان بعد كده نتناقش الناس هتقولي هتجيب البرود ده منين وهتجيب الوقت ده منين ما إحنا لو ما عملناش كده هيترتب عليه أولا عداوة ما بين الأم وابنها هيترتب عليه صورة سيئة لو ولد اتعاقب من الأم هيصبح عنده صورة سيئة للمرأة للمرأة لما يتجوز هيعاقب مراته بدون سبب حقيقي يا تجي كده بتبدأ من حتة زي خاصة عند الولد لما يتعاقب من الأم كأنه بيخرج بينتقن الرجولة فيه الزكورة بتتولد في الولد الزكورة سيطرة والزكورة فرض رأي ده هي سيكولوجية كده ربنا قلقها فبالتالي أنا لما أم بكسر ابني مين اللي كسره؟ ست يعمل تعميم لما يكبر أي ستة هتيجي يبقى ضعيف جدا قدامي الستات يحاول يرضيهم وده هيتسبب في إنشاء علاقات غير سوية في الكبر عشان يرضي الجنس الآخر أو هيبقى عنده عقدة إن المرأة دي هي المسيطرة وهي القوية فلما هيبقى راجل وصاحب سلطة أنا اللي هفتري أخد حقي كده الزوجات تقولي ما بعملوش حاجة وبيزعق وبيتقانق وبيتقمس وما يطلحنيش وعمره ما يعتذر ستات تشتكي بالنقطة دي نتيجة العناة يعني عنده خبرات بقى العناة معنا بكون صورة ذاتية البنت بكون صورة عن أول رجل في حياتها والأب حقيقي طب لو الأب مدهاش حبه حنان وتأدير لأنستها هتدور في كل راجل يجيها الجزء ده أو تكره الرجالة نقطة مهمة قوي النقطة دي عشان كده فكرة الاعتذار فكرة سوية جدا ده واضح معها مهمة قوي يعني علشان بس الناس متفهها منها نعم إنه أعتذر لده الصغير ده ده بصد جوزة لإيه نعم بكون صور الطفل بياخد صورة ليه الطفل بيقعد طول حياته مثلا شافك فأعجب بالشكل ده يقولك لما أجبر هتجوزي الشكل ده كون صورة ذاتية حقيقي صح وبالتالي أنا كمان بكون صورة ذاتية ليه أنا قصرت أنا سواء كبنت أو ولد قصرت خصوصا عند الولد كمان أكتر لمساعدة احنا بنقول للولد إيه انت راجل اضرب اللي اضربك الولد ما يعيطش طب أنا لما عنفته وراح يعيط بقوله انت مش راجل مشكلة فلازم تصحيح أفكار كتيرة ومعتقدات وأسليب وكلام على فاكل لأن أم غصبا عاما بتقوله بص انت بتعيط زي البنات هو راجل بيعيط عادي عشان نأكد بس دكتور عن نوتا دي أولا ربنا خلق فينا غدى الدمعية والغدى الدمعية دي لو ما عيطناش بتتحبس فيها الدموع فدي ممكن تسبب يعني بعد كده مشاكل في العيون عشان كده العياط ده بيفرغ يفرغ ولازم الغدى الدمعية دي حتى إحنا ما بنت حكلينا دمعنا أيوة صح وإحنا لما بنمنع الدموع يعني أنا كبتت مشاعري وقفلت الغدى الدمعية تنزل بتيحصل انسداد بعد كده بتعمل مشكلة تانية في العيون إحنا مش عارفانها بتيعمل كافة في المشاعر المشكلة كبيرة أو الناس والله بتستهين بحياة البشر أو بتستهين بالتربية أو بتستهين بكلمة يعني الكلمة لما بقول أنا آسف هي بتزيل مشاكل كتيرة طب عدم اعتذاري يزود هيزود ويخليها تتفوق ويعقدوا أكتر جدا وتتكون عليها سلوك عدواني تتكون عليها أنانية وتتكون عليها بقى يعني غل جول بني آدم عايزة انتاكم منك عايزة انتاكم ممكن انتاكم من زميلاتي في المدرسة أو أحاول عشان كده بعض الأطفال الصغرية يقولك أنا بحب زميلتي في المدرسة طب بتحبها ليه لك عشان بتديني شوكولاتة يعني عشان بتسمع لي مش لاقي من الماما يعني فناخد بنا من الحتة دي الاعتذار دي على فكرة يعني رمز القوة عند الإنسان رمز القوة لكل ما اعترف بأخطائي أنا بخلص نفسي من مشكلتي حقيقي لكن كل ما أنا شايلة من ابني وشايلة من جوزي وشايلة من أختي أنا بيجيني ناس تقولي أنا مش عايز أكلم ماما من كتر ما هيشايلة أنا بيتعامل مع ماما كأنها حد غريب لما الأم بيتراجيها بكلمة بتقولي انهارتم الدموع إنها حس تباية واجعتها قوي لأنها يعني كانت مستنادة لأن احنا دائما نبتوقع من بابا وماما يعني إن إيه إنه يبقوا شايفيننا حلوين فكنا ماما شايفاني وحش أو بتعاقبني أو مخصماني أو مرضتنيش لما أنا مثلا يعني بعض الأحيان لدي قولي أنا جبت درجة وحشة وأنا حاسس إن أنا اتظلمت في الدرجة دي فكنت متوقع إن البيت يتعاطف معايا لأ العكس لأ العكاب طب لما الأم بتكتشف إن الولد فعلا تظلم ما بتروحش تقوله أنا غصبا عني يا مني عشان مستقبلك أنا عملت كده لكن تقوله ما لي يعني كنت هافرح بيك أو أنت سقط وكأني ببرر الغلط اللي أنا عملت غلط بغلط نقطة مهمة نقطة مهمة عرفة عندها ونرجع لها تاني يا دكتور عشان عايزين نروح فاصل ونرجع كمان نتكلم عن نقطة برضو يمكن العكس بقى قوي الناس اللي عمات تعتذر العمل على بطار بنشوف ده أسفى 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 عشان عايزة رضي هقولك عليها بعد دي نقطة برضو عايزين نسأل فيها نسأل فيها قوي هنروح فاصل بعد إذن حضرتك ونرجع نكمل النقطتين المهمين دول حلقة مهمة النهاردة عن اعتذارنا لولادنا وزي الاعتذار ده بيأثر عليهم جدا بيأثر بشكل إيجابي لأن احنا القدوة لهم نروح فاصل ونرجع نكمل حلقاتنا ورجعنا من الفاصل وموضوعنا النهاردة عن إزاي اعتذارنا لولادنا بيأثر عليهم بشكل إيجابي والحقيقة وقفنا عن نقطتين مهمين قوي هنرجع فيهم نتكلم أكتر عن الاعتذار وإزاي ممكن يكون فيه توازن لأن ساعات بنقع في حتة عدم التوازن معنا النهاردة دكتور ناهي تشاوي استشاري الصحة النفسية جمعة عين شمس ونكمل مع حقيقة نقطتين اللي وقفنا عندهم قبل الفاصل أول نقطة فكرة الأم أو الأب اللي بيبرر الغلط بغلط أنه بعد ما بفتكر الغلطة اللي أنا عملتها بدل ما اعتذر بدل ما يقول أنا أسفة أنه فعلا أنا فهمتك حبيبي بشكل غلط فعلا حبيبتي فهمتك بشكل غلط أنا أسفة أنا عملت ده وخلاص ونعدي لا لا أبرر لنفسي بقى وكأنني أمشي في أي طريق تاني غير اللي اعتذار ده ممكن يؤدي نتيجة سلبية طبعا لأن الولاد هنا هيحس أن أنا ما أخدتش حقي فبعض الأحيان ممكن يسبب لي عدوانية النقطة دي تسبب شكل من أشكال عدواني لأنني ما أخدتش حقي هيحس أن عايز أخد بالطار طب هاخده من مين ممكن أخرب حاجات في البيت عشان أنتقل ممكن أوقع ما بين بابا وماما ممكن أقذي حد تاني في المدرسة لأنه نحن بيقول دايما لعدواني بأوجيه مباشرة يا غير مباشر مباشر يعني هوجه لبابا وماما إساءة أخرب أي حاجة بوجه لهم مباشر بوجه غير مباشر للأضعف مني بقى عشان كده بعض الأطفال أماتي جتش تقولي ابني طيب بس بيتضرب في المدرسة اللي فيه واحد تاني بيقذيه ده بيبقى سبب مني آه متنمر التنمر ده بيجي أن أنا مش أخد حقي بالتالي أنا عايز أقلل كمان من شأن الآخرين حقيقي طيب بعض الناس بيجي لها بقى حاجة أن أنا لازم أعتذر على طول ودي لي بالأسرة بقى تقوله أنت لازم تعتذر وإنت اللي غلطان وإنت وإنت هتتربى عنده شخصية ضعيفة وهتتربى عنده فكرة أن أنا اللي غلطان في كل حاجة ده ممكن يفشل في حياته يعني أبسط الأمور يقولك أنا السبب أنا السبب أنا ما بعرفش أنجح بعرفش أفكر أصلا إنسان وحش أصلا اللي دايما غلطان أنا لازم أعتذر فيحس بالضعف ما تطلع شخصية انهزمية أبسط الأمور تكسرها يعني اللي اعتذر عمال على بطال ده مش حاجة إيجابية مرض 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 اترب في الشخصية ده بيحصل على فكرة من الأمهات لولادها يعني ساعات الأم من كتر ما هيحسة بالذنب بقى بدل ما خلاص اعتذرت والموضوع عد لأتعتذر مرة واثمين وعشرة وقربنا ببوس إيدي عشان الولد وكأنه أصلا هو مش عايز يبقى كويس لأ هو مسؤول عم بشعر وخلاص انت اعتذرتي فده ممكن يخلي الولد عامل إزاي أو يخلي ابننا ده عامل إزاي لو أنا عمال عتذر عمال على بطال ليه بقى أنا كأم كقدوة أول حاجة هستأذق بالأم هستأذق بي وهعمل بقى حاجة اسمها الابتزاز العطفي يعني إيه بقى دكتور فهمها لنا نقطة دي خطر جدا 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 أنا عرفت نقطة ضعف ماما هعمل لها ابتزاز عطفي هعمل غلطات بسيطة وهي ماما صاحبة الضمير العالي وبالتالي عندها إنسانية عالية قوي فحاسة بالزم هتبدأ تعتذر لي أنا هبدأ أخوفها على نفسي ابتزاز عطفي ممكن أنا أمرض فتقعد ماما تقول لي أنا السبب أنا عشان زعلتك ما كلش فما تتحايل علي وتقعد تقنب في نفسها طب أجيب لك إيه حبيبي طب أخد فلوسه فالتالي ممكن الولاد تشتغل على النقطة دي إنها هتعمل ابتزاز عطفي للأسرة ودي خطر جدا لأن أنا لو استخدمت الابتزاز العطفي مع الناس هعيش طول عمري إن أنا المظلوم والناس لازم تعتذر لي طب أنا هجي في مرحلة أكمان بغلط أه ببعايز الناس تعتذر لي فهسبب مشاكل أه فبقول ولا الاعتذار الزائد عن اللازم ولا كمان أكون عندي كبرياء وشخصية بقى نرجسية وما أعتذرش بحد وأنا ما بغلطش لا دا ولا دا آه يعني ساعات الأمات تقول لابنك خليك عندك كبرياء وما تعتذرش لصحابك ما تعترفش بخطأك عشان ما تبنش ضعيف أنا طلعت فيه شخصية نرجسية أنا بكون أن ماتش الشخصية دي من الصغر من سن 3 سنين لما بقول للولد لما بيقع اضرب الأرض لو قعتك اضرب الكرسي اضرب الكرسي طلعته عدويني اضرب اللي يضربك ما تخليش حد يهينك انت راجل ما تعيطش براجل ما يضربش انت أجمل بنت في الدنيا فما حدش يكلمك فبالتالي أنا بطلع عن مات شخصية هي عندها كبرياء وعندها عظمة وعندها شعور بالنرجسية أو شعور بالانهزمية والضعف حقيقي الكلمات على فكرة الكلمات جي مؤثرة جدا تفرق جدا فالاعتذار بنقول فيه حدود أنا غلط فبقوله انت عملت كذا وأنا كان رد فعلي غلط أنا باعتذر عنه لكن مش هفضل بقى أيام وأسابيع أو بعض الأمهات تقوله فاكر ما أنا اعتذرت لك فاكر ما هو كان غلطك فأنا ملا جر جر تاني في المشكلة ليه بنفكره بالمشكلة حقيقي أو ليه أنا بعيد وزيد فيها وليه بحسسه ان أنا عملت حاجة كبيرة قوي وده يخلينا نسأل حدرتك هو إمتى استخدم الاعتذار الاعتذار لو أنا فعلا انت جنيت على طفلي وأنا السبب بمعنى أنا ممكن أكون جاية مضغوطة جدا من الشغل أنا في مشاكل ما بيني مثلا وما بيني الزوج فيجي الطفل على الحظ يطلب حاجة يعمل حاجة فأنا بعمل حاجة اسمها الإسقاط اللي أنا مقدرتش أعمله في الأطراف اللي أزيتني بعمله في ابني فده بيكون شعور خارج عن قراتي احنا لحظة الغضب عقلنا الواعي اللي هو بيفكر وبيدينا الأوردر ده بيقف والعقل اللواعي اللي هو المغزن اللي فيه الخبرات وفيه الإساءة وفيه المعتقدات هو اللي بيشتغل قتليني بطلع حتى غضب أكبر من الموقف هنا لازم أعمل وقف مع نفسي وأشوف هو الموقف كان يستحق إن أموت ابني لأن الكلام ده بيموت يعني ده ساعات أقول إيه يعني آه لما بعمل ابني عاقة نفسية دي ما بتعليكش بسرعة لما الضرب الجسدي ده ممكن يروح أثره لكن الجانب النفسي اللي تأثر نتيجة الضرب ده ما بيروحش ده مش تبرير للضرب علشان الناس تقول إيه ده دكتور إيه داي هنترب ومش هنيعمل حاجة أنا ولا بحب أستخدم الضرب الجسدي اللي ده إيه أنا ولا الضرب النفسي لأن ده إعاقة إعاقة فعلا بيعوقوا نفسيا وما بيسمحش فيه لأن أنا ماخدتش حقي فبالتالي أنا ولا هستخدم إسلوب إن أنا أعتذر على طول ولا ما أعتذر أفكر وأقول اللي قدامي يفكر هو عمل إيه جميلة اللي بقت دي مهمة آه إحنا بقى بنفكرش على فكرة حتى الإسلوب اللي حضرتك استخدمت إنه إحنا بناقعد علشان تفكر بهدوء الحاجة إيجابية عزل إيجابي لأنا سأيه خش هاتك شوف أنت عملت إيه طب هو قاعد مكهور متدايق حزين بيعاية هيفكر في إيه إيجابي ده هيفكر في إيه بالظبط غير أنه حاسس أنه مظلوم صح كده؟ عشان كده بقول للناس يعني خلي ولادنا تعبر عن مشاعرها أول بول لازم ابنك يعترف أو يتحمل مسؤولية سلوكه يعني مثلا قصر لعبة بدل مضربه أو عنفه عليها قوله أنت هتتحمل عاقب اللي أنت عملته هتفضل تلعب باللعبة المكسورة فهنا حملته مسؤولية حلوة قوي النقطة وبالتالي يحافظ على لعبته ضرب أخوه فعلمه اعتذار لأخوه وخلي أخوه برضو ما يبقاش مستفز لأنه نحن ساعتنا قوله أنت كبير فأنت اللي تعتذر أنت اللي تسيب اللعب عشان أنت كبير ويخلي الغيرة تزيد ما بينهم أنت تسمع الكلام عشان أنت كبير بيجي في مرحلة يقول لك أنا مش عايز أبقى كبير يعمل تصرفات الصغيرين فبالتالي الاعتذار ليه حدود وليقواعد هلوة النقطة زيود وفيه بقى حتة حالك قلتها هرجع لها بقى دلوقتي أنا خلتني أخوه بالي من حاجة الاعتذار لا يلغي القواعد يعني حضرتك قلت دلوقتي أنت تلعب بلعبتك المكسورة طبعا أنا آسف قسرتها طبعا حبيبي آسف برافو عليك بس برضو هنلعب بلعبتنا المكسورة دي قواعدة صحي كده دي حتة أكدلنا عليها أنه أنا بعتذر عن الفعل الخاطئ اللي أنا عملته ولكن مش بعتذر عن كسر القواعد صحي كده مهم جدا لأنه لازم أربي الولد فيه قواعد فيه احترام لخصوصية الحاجة بتاعتك فيه كمان محافظة لأن أنا بعد كده هيطلع الشخص مومل ويقصر يركب بقى عربية بعد كده فيغبطها هيرجع يقول لنا مالي حقيقي صح والولاد على فكرة لما أنا اعتذرت خلاص بقى مش هتحمل أخطائي مش هتحمل أخطائي بينزل يضرب الناس في الشارع يقولك أصلهم الغلطانين فبالتالي هي عملية ايه زي حلقات السلسلة احنا أول سلسلة بتبدأ من البيت اللي هي أول خمس سنوات لأن الطفل في أول خمس سنوات هو مقلد مقلد يستوعب ويشوف من يعمل ايه ويقلدنا مش كده بنقول أول خمس سنوات أنا مالا استوعب الخمسة الثانيين بقلدكو بغير ما تاخدوا بالكو يعني تجي الأم تقولي ابني عصبي ما بيسمعش الكلام أو لاحك بتكلمي ازاي بتعلي صوتك لا بتتعصم بتتعصم فبالتالي أول خمسة أنا بستوعب خمسة الثانية بقلد الخمسة الثالثة اللي هي عند الملوغ والمراقة أنا كونت شخصية وبطلع إبداعاتي بقى وأبدأ ألاعب الأب والأم هعمل الخطأ وأنا عارف هم هيجوا يعتذروا لي أعمل لهم بقى ابتزاز عطيفي هنا هعمل الخطأ وأنا عندي كبرياء وهم معلموني عمرهم معتظروا فأنا عمري ما أعتذر هتلاعب بيهم بطريقتهم هتلاعب بطريقتهم وده بيخليني أنا بقى أستخدم كل الحاجات الغلطة اللي هم عملوها معي فيني أخرجها بقى في المراحقة طب في أمل لو التفل وصل لله آه إحنا لو عنده 70 سنة وعايز تعالج هنعالجه لأمل حلو قوي آه لأ يعني بقول لأي حد عنده أي سلوك في الدنيا سواء اللي بيعتذر كتير اللي ما بيعتذرش خالص اللي بيخاف من مواجهة الناس فبيضطر يجذب ويستخدم التبرير آه إن في ناس كتيرة تقولك أصل صاحبي هو اللي خلاني أعمل كده هو خايف يتعاقب عنده مبررات المبررات دي أحد أنواعي الكذب آه فلازم برضو أنا أكون لو إبني اعترف بخطأه ما رجعش عاقبه لأن ساعاته أقوله قوله مش هعملك حاجة آه طب بعد ما بيقول آه دي نقطة مهمة طب ما هو غلط هو يا دكتور أنا أعمل إيه غلط ما أنا أعلمه الغلط بتاعه ويصححه ولا أنا عاقبه على الغلط آه الناس بتفتكر كلمة عقاب دي الناس عندها فكرة العقاب الضرب أو الحرمان بعض الناس بتستخدم برضو إسلوب إن الولد لما بيغلط بحرمه من كل مصروفه ده حقه يا جماعة لا غير حقه هو لازم يتحمل المسئولية أنا بقى نقص له جزء من مصروفه عشان أحسسه آه بالظرط لكن لو شغط المصروف مثلا خالص كان نعمل العقاب هيروح يسرق آه حقيقي لو أقوله أعد في قطك ومحدش يتكلمك ونبه على أخواته وقعوا وتكلموه هيعتاد وهيجي في مرحلة اللي هي بتاعة البلوغ دي اسمها الغرف المغلاقة وقريدي بيحب الغرفة عشان يبقى على حريته فيها فأنا عودته له من زمان ولما هيطلع مش هيعتذر لي على الخطأ اللي عمله آه مش هيعتذر فعلا مش هيعتذره مش هيبقى شايف غلطه عشان كده الولد يقول لي أنا غلط في إيه ده حقي ما كل الولاد اللي في سن بيعملوا كده طيب في ساعات الأمهات تقول لي ما كل الأمهات بتضرب عيالها للأسف التعميم ده نقطة يعني دايماً بتقول لأ أول لا وأنا هتعمل لي كده بطلع زي الفل لأ أنت ما طلعت زي الفل على فكرة ما انتطلعت معقد عشان كده وعندك مشاكل عشان كده بتتعامل بإلسلوب العنيف صح لازم نعترف بأخطأنا ونعترف بأخطأ التربية اللي حصلت التربية كانت فترة من الفترات حتى في المدارس كانت العقاب بالضرب الأم اللي اتضربت والأب اللي اتضرب فكر أن الدرب بيطلع نتيجة طيب لاختلاف الأجيال واختلاف الأفكار واختلاف الثقافة واختلاف المجتمع يعني جد علينا حاجات كتيرة جدا الناس ما بقيتش زي بعضها يعني وإحنا صغرين كنا نخاف نقول لبابا احنا عايزين كذا بنستنى بابا يجيب لنا ولما بيجيب كنا فرحانين أو دلوقتي الولاد من قطر ما بنجيب لهم عمال على بطال ما بقوش يشبعوا ما بقوش يرضوا ما بقوش كلمة الشكر مرسي يا بابا يقول لي مرسي على إيه أقول له مرسي ليه أقول له شكرا على إيه لأنه خلاص بقى حق مكتسب ليه حقيقي وفرد فلما بيغلط مش عايز يعتذر يقول لك أعتذر لهم ليه أيها حقيقي فعلا إذا هو خلاص زي ما أنتوا عملتوا زي ما أنتوا عملتوا أنت ولا بتعتذروا ولا بتشكروني على حاجة ولما بنجح بتحبوني ولما بفشل بتعجبوني فبالتالي هي حب بشرط بقى حب بشرط فلازم أنا أعلم الولاد التسامح التغافر الاعتذار إن أنا بحبك سواء أنت كنت يعني بتعمل سلوك حلو أو وحش ده أمان نفسي إن أنا بحبه ده أمان نفسي بعد كده يبقى صريح ولو غلط هيجي اعترف لي ولو غلط مش هعجبه هو عارف إنها هيغلط وبتجي يقوله راجع أنت بقى نفسك عملت إيه لأنه عارف إن أنت بقيت أمان بالنسبة صح طيب الدكتور الأطفال الكثيرة بقى الاعتذار تلاقي مثلا طفل صاحبه في المدرسة يعود يقوله أنا إيسف أنا إيسف أنا إيسف يفضل يعملوا كده هل ده عشان الأباء والأمهات بيعتذرونه ولا ده بيطلع إزاي الطفل ده ليه بيبقى كده مش شرط الأب لأنهم بيعتذرونه الأباء والأمهات بيجبروه على الاعتذار الإجبار على الاعتذار يعني دايما إنت ليه قلت لتتا مثلا كده روح اعتذر له يعني سوء استخدام الاعتذار يعني أنا بيجبر على الطفل أول بول يعتذر عشان أرضى عليه فبيستخدمه هو يا حرام عمال على بطال بقى ما هو ده الإسلوب اللي الناس بترضى به ده الناس اللي بتقبلني به ده الإسلوب اللي بيخليني أتعامل مع الناس فبيستخدمه في شكل سلبي بيعمل على بطال عشكده بعض الأطفال تنفرم الطفل ده ده حقيقة ما بيبقوش عايزين يقربوا منه لأنه كتير قوي كتير هتدخل في مرحلة الزل ايوة صح مش هعرف يعمل علاقات اجتماعية إلا بالزل إنه يتحايل على الناس فبالتالي هيجي في مرحلة لما يوعى شوية يحس إنه عنده نقص وإنه دايما أقل من الآخرين وإنه هو بيحاول بقى يتملق ولا يتملص للآخرين عشان يرضوا عنه حقيقي الاعتذار الزائد ده ممكن يدعب شخصية الإنسان جدا طيب نعمل إيه لو التفل مش عايز يعتذر يعني مجدروش أنا مش هكبير وحقيقة كتير أنا لها قدوة يعني ممكن نكون المشكلة الأساسية إنه أنا أصلا مش قدوة في الاعتذار صح كده طيب لو هو يعني مصر أنا غلط ومش عايز أعتذر أعتذر له طيب أنا عن خطأ إيه لأول ولا سيبه هو يعتذر الأول أعمل إيه فكرة بقى مين الأول بتجي بالمناقشة بالمناقشة يعني نقول له تعالى كده الرجع الموقف من أوله إنت لما جيت من بره عملت إيه آه أنا أحكي بقى معايا سرد أحداث سرد إحنا بنقول تاني يعني دي مهمة قوي إعادة تفسير الموقف هو جاي من مدرسة مدايق وجعان هي جاي من شغل تعبانة الأب جاي من شغل تعبانة فاليوم نار مش تعرفة لبي فبالتالي لما بقول له تعالى كده الرجع الموقف إنت لما دخلت زنت كم زنة قلت كم حكاية وأنا كان ردت عليك قلت لك إيه هيبتجي قولي أه قلت لي بعد شوية طب ليه ما انتظرتش بعد شوية لأ أصلا عايز الحاجة دلوقت لأ فأنا لازم معلمه الصبر لازم معلمه الحاجة ما تتكررش أكتر من المرة لأن ده بيزهق الآخرين إنت لما بتكرر علي الحاجة أنا ممكن ما عملهاش فبالتالي أنا بحط بقى القواعد هنا إن أنت لو عملت كده أنا هعمل كده برضه فأنا عندي سلطة برضه أه وإن ده مش هلغي سلطة الأب والأم عشان ليه أنا كده ضيعت بقى وإن أنا لازم بقى طول النهار أعتزر لا طبعا سلطة أساسية سلطة أساسية فلازم أفهمه طب إيه سلطتي أنا بس سلطتي عقاب أنا سلطتي توجيه وإرشاد هلوى النقطة دي دي مهمة الأب والأم والتصحيح إن أنا أوجه وأرشد وأصحح هلوى قوي دي أوجه يعني إيه السلوك بتاعه لازم يتوجه هرشده لبعض الحاجات بس خليه يعتمد على نفسه في اتخاذ القرار عشان يتحمل عواجبه هلوى يعني هو اللي يفكر ويقرر بمساعدتي من برد مساعدتي مثلا هو عايز حاجة قوله الحاجة دي هتعود عليك في إيه طب لو عملت مارس لو هو عملها من ورايا هعجبه ولو أنا رفضته وهو قعد مجبوط ما عملش الحاجة هيعمل لي سلوك تاني فبالتالي أنا بقى أقوله أي حاجة بيعملها فكر فيه أنت قسرت اللعبة ليه أصلا قلت عايزة اكتشافها حلو قوي يبقى أنت هتطلع كده عالم صغير إحنا ممكن نجيب لك ألعاب وهي أساسا بتتفك وتتركب أوه ده هدفها ده هدفها لكن إحنا ساعد بنعقبه على أنه هو قسر اللعبة وأقوله لازم تعتذر هو مش عارف يعتذر لأنه مش لقى أنها ليه مبرر حلو قوي وأنه هو بيكتشف ومش عارف يوصل للفكرة لأن على فكرة الطفل عنده سنتين عقله يزن 75% من عقلنا آه 75% آه حتى وزن العقل ده عنده 6 سنين عقله 90% مننا 12 سنة 95% من عقلنا بس ينقصهم في كل المراحل دي الخبرة الخبرة لكن يعني العقل قريب من عقلنا قريب من عقلنا لكن الخبرات هاي اللي فرقها آه عشان كده الطفل الصغير لو لقى فمجال شاي هو مش مميز سخن ولا بارد بس ده مشروب فبيروح مسكه فيتحرق هنا نقص الخبرة فالأطفال عموما ما قبل البلوغ هي مرحلة اكتشافية ما بيحبش يعتذل أنا عايز يكون شخصية ويعتذب ذاته فأنا مش عايز أكسره بالاعتذار الكتير أو عدم الاعتذار فيطلع هو كمان متكبر فاحنا بنغرز القواعد ليه بقى التوجيه والتصيح والإرشاد دي حلوة دي دكتور وكأنك أنا في وسط حوارك مع الطفل دلوقتي تخيلت ما جبتيش خالص سرط الاعتذار ده أنت هتخلي من جواه يكتشف انه غلط آه غلط النقطة مهمة احنا ساعات فعلا بيحصل كده بزنق مخي قوي في حتة أنت لازم تعتذر دلوقتي مش أنا بعتذر لك اعتذر دلوقتي طيب أنت أنا مش حاسس أنا مش شايف أنا عملت إيه أصلا شايف أنا غلطة آه صحي كده وبساعدك أنا حسن ده كمان بيساعد في مهارات تانية في حياته صح مش بس الحتة دي يكتسب مهارات حياتية آه يعني ممكن تأكد لنا التفل ده زي ده ممكن إيه المهارات اللي يكتسبها عشان نشجع الأهالي أكتر إنه يعتذر بشكل متوازن وخلي التوازن ده كمان يطلع من التفل إيه المهارات اللي هيكتسبها في حياته بقى عمتا مش مسألة يعتذره بس التفل ده هيكتسب مهارات إيه أول حاجة الثقة بالنفس الثقة بالنفسي من حتة دي ناس كلها بتدور عليها على فكرة الثقة بالنفسي بتيجي من شعوري بذاتي حقيقي صح بس في فرق ما بين الثقة بالنفس والغرور غرور آه حقيقي تكون مغرور الغرور برضو إحنا اللي بننشقه النقطة دي مهمة قوي يعني في التربية ساعات إحنا بننشقها لأنه بقوله أنت أحسن حد فيش حد زيك الكلمة على لسان الأميك آه لازم تكون مميز في كل شيء هيتلع مغرور وعنده كبرياء حقيقي الثقة بالنفس إنه هو بيشوف نفسه من جوه إيه المهارات اللي عنده بيكتشف مهارة إزاي يعني مميز والأخر برضو مميز أخر مميز نحن نقوله شايف الناس أحسن منك مقارنة آه على فكرة كلمات صغيرة جدا وبتترصب عندنا تمنين كم خبراتي في الحياة فبالتالي أنا لما بعلم الطفل المهارات اللي بقول عليها دي أول حاجة هيتكسب الثقة بالنفس تاني حاجة هيتعنده قدرة على المواجهة تانية حاجة هيكون عنده قدرة على الأطراف وأخطائه مش هيتخزل في الأطراف وهيحترم رأيه الآخر كل ده من الحتات آه لأن أنا احترموني آه يكتشفها حقيقي إحنا الأطفال بشتغل معهم من 6-7 سنين بقوله قولي اللي انت بتعمله طول اليوم يعني بخليه لاحظ يومه آه إيه اللي بيفرحك إيه اللي بيزععلك إيه اللي بيضايقك يقولي ما حبش حد يشتمني يا حبيبي آه بيأثر فيهم إحنا فكيين ده مش بيأثر يعني سوري فيه كلمات بتتقال درجة في البيت إنت غبي إنت أثر حمار إنت كلمات إحنا بناخدها بدلع أو بهزور لأ هي بتأثر لما جروح المدرسة يقوله ده حيوان وده نبات وده جماد يعني أنتوا صنفتوني من ضمن حاجة مش قدلية فبيأثر عليه جدا بيأثر به فلما الأم بتقعد بقى تقول الكلام ده وما ترجعش تصلح الخطأ حسسته ايه بالدنية حقيقي عمره ما هيعترف بخطأه وعمره ما يعتذر وهيفكت ثقته بنفسه طيب في اختام قولينا في اختام حلقيتنا كده قولينا رسالة لكل بيت عن أهمية الاعتذار لأبنائنا رسالة لكل أب و أم أول حاجة بقول الاعتذار شجاعة واللي بيقدم على الاعتذار هو أقوى واحد فينا بس عشان أعتذر زي ما بقول أنا لازم أقيم سلوكي فلازم كل أب و أم يقيموا سلوكهم لأن بعض الأحيانها بنحس أن احنا سلطة فإحنا نعمل اللي احنا عايزينه وعشان أربي ابني زي ما تربيت أو زي ما بسمع أو أنا اتدلعت على فكرة الناس اللي بتتدلع بصغيرة فأنا عايز بقى أشد على ابني عشان يطلع قوم فلازم أول حاجة أعرف أنا انفعلاتي أطبط انفعلاتي لازم أنا أعرف اعتذر لنفسي لازم أعمل عملية التسامح مع نفسي عشان أعرف التصالح مع الآخرين حقيقي نقطة دي مهمة جدا فكل أب و أم بقولهم الاعتذار يعني ده شيء مثل القوياء يعني فنكون إحنا المبادرين وإحنا القدوة عشان ابني بعد كده اعتذر لي إن أنا أكيد فيه غلطات كتيرة بدون إرادة على فكرة حقيقي فعلا شكرا جدا دكتور ناهي تشاوي استشاري الصحة النفسية جامعة عين شمس نورتينك العيد شكرا شكرا لك شكرا لك نهاردة لمتابعتكم فإن الاعتذار عرفنا من الاعتذار قوة الاعتذار شجاعة حتى الأبناءنا ده اللي بيكون قدوة ليهم هو ده اللي بيعلمهم هما كمان يكونوا وصخين في نفسهم أكتر ياخدوا بهارات كتير في حياتهم ينمو بيبقى إنسان صالح لنفسه والبيته والمجتمع شكرا لكم ونشوفكم الحلقة الجاية في بيت على الصخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر